حسب نظامكم الغذائي نوع الفواكه ممكن مجمدة او طازجة انا عملت المجمدة وعملت الطازجة نفس الشيء على نار متوسطة بنهروس الفواكه وعند بدء الغليان الفرارة بتاخد المدة تقريبا نحسب لها عند الغليان قمصها شوالدقيقة والتوت البري عند الغليان نحسب له سبع دقائب كل ما طالت مدة الطهي بتبخر الماء وتصبح اكتر سميكة حسب زوجكم انتو بتخلوها على النار متل ما انتو شايفين ولما تبرد تكون سميكة اكتر كمان هذه مناسبة للسكري ولها كي يتضايد في امان الله